المساء الخير مشاهدينا قررت لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للإتحاد الأردني لكرة القدم أسماح لناديهي الفيصري والرمثة بتسجيل لاعب أجنبي رابع بما لا يتعارض مع تعليمات الاتحاد الأسيوي على أن تقتصر مشاركة اللاعب فقط على المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي ولا يسمح له بالمشاركة في البطولات المحلية واتخذت اللجنة عدة قرارات خلال الاجتماع يتقدمها السماح لأندية المحترفين خلال الموسم القادم بتسجيل أربع لاعبين أجانب شريطة مشاركة ثلاثة منهم فقط أثناء المباراة إلى جانب تحديد شروط خاصة يخطع لها اللاعبون المحترفون الأجانب للموافقة على تسجيلهم في أندية المحترفين بحيث يشترط في أي لاعب أجنبي أن يكون على الأقل قد لعب مباراة دولية واحدة مع منتخب بلاده الأول أو يكون قد شارك مع أي من المنتخبات الفئات العمرية وصل فريق الوحدات والفيصل الاستعدادات المكثفة للمواجهة التي ستجمعهما يوم الجمعة على كأس المرحوم سليم حمدان الأب الروحي لنادي الوحدات وتندرج المباراة في الوقت ذاته ضمن التحذيرات لخوض لقاءات مرحلة إياب الدوري الأردني لكرة القدم ويتوقع أن يشارك المحترف المصري أحمد بلال مع الوحدات في اللقاء على سبيل التجربة مع احتماليات المشاركة أيضا في لقاء الوحدات الودي الذي يخوضه أمام شباب الأردن يوم غدا ودعا نادي الوحدات والفيصل الجماهير لحضور هذه المباراة وبخاصة أن ريع اللقاء سيدهب لتنفيذ مشاريع خيرية يختار مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بعد قليل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة غربي آسيا ويتقدم المدرب السابق مراد بركات المرشحين لتسلم المهمة وهناك أيضا عماد السعيد وسامير مرقص ويوسف أبو بكر من جهة ثانية من توقع أن يشارك المجنس راشم رايت الذي يلعب حاليا مع الغرافة القطري مع المنتخب الوطني في غربي آسيا بإيران والمؤهلة للنهائيات القرية التي قد يتم نقلها من لبنان إلى قطر أو الفلبين بسبب الأوضاع غير المستقرة في المنطقة وهنا الأخبار الأوروبية حيث أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن مدافع الفريق بيبي خضع لعملية جراحية في الكاحل الأيمان اليوم مما يضيف مزيدا من المشكلات بالنسبة للمدرب جوزي مورينيو ولم يذكر ريال مدريد شيئا عن مدة غياب المدافع عن الملاعب جراء العملية إلا أن وسال إعلام محلية في إسبانيا قدرت المدة بنحو شهر من جهة ثانية قال إيكر كاسياس قائد الفريق بأنه سيقاتل من أجل إثبات الجدارة بالعودة إلى التشكيل الأساسية للفريق وكان المدرب البرتغالي جوزي مورينيو قد استبعد كاسياس بشكل مثير للجدل من آخر مباريات الفريق قبل العطلة الشاتوية للدوري أمام ملقة الشهر الماضي حضر المدير الفني لفريق بارشلان الاسباني تيتو فيلونوفا أول ميراني للاعبيه في العام الجديد بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاجه من السرطان وحي لعب البارسا المدرب الذي غاب عن أداء مهامه ووظيفته قرابة أسبوعين حيث ارتفعت الأسهم في قيادة الفريق في مباراة الديربي ضد اسبانيول بالدوري المحلي يوم الأحد المقبل وشارك فيل ميران كل لعبي بارشلان الذين يلعبون مساء اليوم لقاء وديا بين منتخب إقليم كتالونيا ومنتخب نيجيريا قدم نادي باريسان جيرمان لوسائل إعلام النجم البرازيلي لوكاس سامورا بعد طول انتظار في معسكره بالدوحة والتحق لوكاس سامورا بنديه الجديد بمبلغ 40 مليون يورو من نادي ساوطالو البرازيلي ولمدة أربع سنوات لوكاس سيعزز وسط ميدان الفريق الفرنسي الذي يتواجد في الدوحة حاليا لإجراء معسكر شتوي تحضيرا لاستئناف دور أبطال أوروبا والبطولة الفرنسية وإلى عالم الكراء الصفراء حيث شهد اليوم الثاني من بطولة قطر المفتوحة للتنس نجاح الإسبواني دافت فرر في التأهل للدور الثاني بعد فوز على الألماني داستين براون وجاء التأهل بعد الفوز المثير بمجموعتين مقابلة واحدة وقدم الألماني مستوى رائعا وفاجأ النجم الإسبواني بضربات ساحقة ليفوز بالمجموعة الأولى ب7 ل5 وتحسن أداء فرر في المجموعة الثانية وحقق فيها الفوز ب6 ل3 وفي المجموعة الأخيرة بالخبرة تمكن فرر من تحقيق الفوز ليضمن التأهل للدور الثاني ب6 ل2 ويأتي هذا الفوز من قبل فرر لتعزيز أماله في المنافسة على لقب قطر بعد خيبة أماله من الخروج من الدور الأول من بطولة دبي المفتوحة لكرة المضرب وفي مباراة ثانية من نفس البطولة ودع المصنف السابع الإسباني في لازيونو لوبيز المنافسات بخسرات يماما البولندي وكاش كوبوت بمجموعتين مقابل لا شيء الأداء كان متكافيا بعض الشيء في البداية لكن سرعان موسع البولندي الفارق لينهي المجموعة ب6 ل4 المجموعة الثانية كان فيها الاستسلام واضح على أداء لوبيز ليقتنس كوبوت النقطة تلو الأخرى حتى أنها المجموعة ب6 ل2 والفوز باللقاء والجدير بالذكر أن كوبوت شارك في هذه البطولة ببطاقة دعوة وليس كمنافس رسمي مصنف على اللائحة الدولية توجه كل من الألماني فليكس نورثورس وأسلوفاكية زولولوفا بيخ كأس العالم للتزلج على الجريد وذلك في جولة ميونخ الألمانية وأسعد المتجمد الألماني الجنهير المتفاول المتوافضة بتجريعه بفوزه بالكأس وتقدم فليكس على النمساوي مارسل هرشير الذي حلت المركز الثاني وفاز الفرنسي أليكس تينتور في المركز الثالث منافسات السيدات شهدت فوز السلوفاكية رزلوف بالبطولة متقدمة على السلوفانية تينا ميز وحلت النمساوية ميشيل في المركز الثالث موسيقى موسيقى نمساوية تينتور في المركز الثالث من المركز الثالث موسيقى موسيقى موسيقى